موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي أهلا بيكم وحشتوني يعني منذ زمن لم نتواصل معا لكن دايما إحنا بنتكلم لما يكون في حية تستدعي هذا الكلام النهاردة هنتكلم والموضوع الساعة اللي ظهر الآن معنا اللي هو أنك أنت لازم تخش على بياناتك وتحدث بياناتك وتتأكد تماما من أن البيانات صحيحة واللغة التانية بتاعتك صحيحة وعلشان يبدأ يعمل لك أكواد للامتحان وتوصل لك قبل الامتحان إن شاء الله ولذلك الموضوع ده اللي هتلاقي اللي قدامكم دي التقدم الاختبارات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي المطلوب هنا فيها مش هدي لك أكواد هو ده هو عايزك تخش تأكد صحة البيانات وفيه تطلب طلب تقول له اديني أكواد الاختبارات على هذه البيانات الصحيحة أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أول خطوة هذه الرابط اللي أنت هتخش عليه لو دخلت على الرابط ولقيته مشغول مش شغال معاك ما تجلقش حاول مرة تانية أو تالتة لأنه بيتم تحديثة الموقع باستمرار وفيه ضغط كثير وشديد على هذا الموقع بعد ما بتخش على هذا الرابط مباشرة بتكون مجهز معاك الامي اللي هو الامي ده اللي هو موجود على ظهر التابلت بتاعك اللي أنت أخدته في سنة أولى على الظهر موجود وفيه عندنا كمان فيه ايكونة بتاعة اللوح الرقمي اللي موجودة عندكم لو دخلت عليها هيدي لك بيانات التابلت بتاعتك ومكتوب فيها الامي اللي موجودة عندك بعد ما بتخش على الموقع أول صفحة بتواجهك بتلاقي على طول اللي جدامك قاد الصفحة هي اللي بتوجهك بتختار هنا الجنسية بتاعتك مصري وهنا قاد الامي اللي احنا بنتكلم عليه هتحط في الخانة دي الامي اللي موجود عندك ولو فيه أي مشاكل في الامي مش عندك تعالى المدرسة واحنا هندهولك لو هو تايه منك وطبعا احنا لخدمتكم في المدرسة في أي لحظة ووصل المدرسة بتاعتك أو طبعا تواصل مع مسؤول التطوير في المدرسة هو هيبلغك الامي لو هو ضايع منك أو تايه منك مش المبشلجية على ظهر التاب بتاعك بعد ما بتخش وتكتب بياناتك بيبدأ يدخلك على الصفحة التانية اللي هي هتلاقي فيها الجنسية بتاعتك هو بيكاتبها لك مصري هتنزل هنا الامي بتاعك الرقم القومي اللي موجود في شهادة الميلاد اللي موجود عندك وبعد كده بتحدد تاريخ الميلاد اتولدت يوم كام وشهر كام وسنة كام لازم التاريخ ده يكون مزبوط تماما مع الرقم القومي يعني اوها تكتب لي ايه حاجة بره الرقم القومي لازم تاريخ ميلادك اللي بيقوى الارقام اللي في الاخر بعد كلمة 28 او حسب المحافظة بتاعتك المحافظة بتاعتنا طبعا هنكتب اسوان ولكن لو في حد مواليد بره اسوان يعني ما بتلاقيش كلمة 28 في النص هنا بتلاقيها 27 و 25 حسب المحافظة اللي انت ولدت فيها لكن احنا عندنا كلنا او معظمنا مواليد اسوان النوع هنا بتكتب انسة او ذكر لازم تأكد تماما لان الرقم القومي بيحدد النوع انك انسة او ذكر وبتحدد تاريخ ميلادك والمحافظة كله بعد كده بتعمل تسجيل دخول بعد ما بسجل دخول بيدخلك على الصفحة النهائية ودي اهم واحدة موجودة عندنا طبعا هتلاقي انت مش تكتب الكلام ده هتلاقي مكتوب عندك بس انا طبعا عشان دي بتاعت احد زميلكم احنا طمصنا هذه البيانات هتلاقي الاسم مكتوب صحيح اللي جيته صحيح تماما ماشي الرقم القومي زي ما كتبته تماما الكود الطالب ماشي المدرسة بتاعتك المدرية الادارة اهم جزئية بقى الصعبة بتاعتك لو انت علمي تأكد ان مكتوب هنا علمي وهنا علمي لو انت ادبي تأكد ان مكتوب هنا ادبي وهنا ادبي واللغة الانجليزية ودي اهم 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 نقطة للغة التانية تأكد تماما ان لغتك التانية اللي مكتوبة هنا صحيحة الماني او فرنساوي دي هتلاقيها كلها موجودة عندك والتليفونات اللي موجودة عندك يعني وده البريد الالكتروني ايه البريد الالكتروني ده يا أستاذ البريد الالكتروني ده اللي موجود في الورقة اللي انت استلمتها اللي كانت فيها الاكواد بتاعتك اللي هو البريد بتاع بنك المعرفة في ايه اللي ممكن نواجهه في بنك المعرفة في هذا البريد ممكن يتكتب معاك عكسي مش مشكلة ما تجلقش ليه لان المتصفق عندك اكيد باللغة العربية فبيكتب عكسي لكن هو بيقبله عاد الصفحة بتقبله ومفيش اي مشكلة من هذه المشاكل تأكدت ان بياناتي دي كلها صحيحة اجي على المربع ده واعلم علامة صح بعد ما علم علامة صح يعني بقوله ان جميع البيانات التعليمية صحيحة شعبتي صحيحة لغة الانيابية الاولى صحيحة التانية صحيحة وسوف اتقدم الاختبار الالكتروني عليها وتروح دارس على ارسال طلب انشاء الاكواد الاختبارات مرتين لانه اول مرة بيأكد لك صح يا عم الحي متأكد ولا فيه مشكلة في حالة وجود خطأ لو انت قبل ما تعمل يعني لقيت خطأ قبل ما تعملش عمل طلب ارسال لو فيه خطأ في البيانات ما تلغطش على كلمة ارسال لا امال اعمل ايه ارجع بسرعة تجينا انت المدرسة عندنا وتقول والله انا اسمي فيه خطأ او اللغة التانية فيها خطأ او فيه اي حاجة فيه خطأ عشان نقدر احنا نتعامل مع حضرتكم بعد ما تعمل ارسال وتأكد بعدين هما هيبدأوا يعملوا الاكواد ويبدأ يدهالك مرة ثانية بعد كده يعني هنبدأ نخش على دي استعلام عن اكواد الطالب ده بعدين لما تنزل الاكواد هيبلغونا واحنا هنبلغكم وده نهاية الكلام ما تجلقوش لو دخلت على السيرفر لو جيته مشغول او مش رادي يحمل معاك حمله ايه مرة تانية او مرة تالتة وهكذا تاني الحقيقات اللي سألنا فيها كتير الايميل ده البريد الالكتروني ده اللي هو بتاع بنك المعرفة اللي بيبدأ تلاقيه يبدأ بأرقام اللي هو الكود بتاعك وبعدين اللي هي العلامة بتاعت النت دي الفرنساوي ولو في اي اخطاء ما تضغطش على كلمة ارسال لو بياناتك كلها صحيحة اعمل ارسال طلب انشاء مرتين تضغط عليها وهيقولك تم حفظ البيانات بنجاح وبعد كده لما تنزل الاكواد هنبلغكم وتبدأ حضرتك تتعامل معها وفي النهاية مع اطيب امنياتي بالنجاح الباهر مستر محمد عبدالدايم ما تنسوش الاشتراك في القناة بتاعتنا وكومنتي اعطي عملونا تعليق كده حتى تساعدونا تشكرونا تقولونا ايه اللي ناغص ايه اللي مطلوب منينا نعمله تاني وتدق الجرس يازم فاعل الجرس ده مهم جدا على اساس ده في اي حاجة نزلناها ما تدورش انت عليها يجيلك على طول اشعار ان في حاجة حتى نزلناها معلومة لك عشان تستفاد منها وفي النهاية اقول لكم بالتوفيق مع اطيب امنياتي بالنجاح الباهر والتوفيق مستر محمد عبدالدايم الى اللقاء ان شاء الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة